الهمم ويحشدوا هذه المنظمة بدل ما هم بيتكلموا على مجرمين يتكلموا على العالم وتغيرات المناخية وتأثيراتها على العالم أجمع بأعرض لي المفاوض السامي بعض من ما كتبه هذا المجرم المدان على عبد الفتاح وعايز المفاوض السامي إذا كان بجد رجل معني بحقوق الإنسان أن يذكر لنا هل ما كتبه هذا المدان المجرم على عبد الفتاح قدام حضراتك وهو نشوف نشوف ماذا كتب المفاوض السامي عليها أن يرد هو يدافع عن هذا المدان وهذا المجرم اللي بيقول ما دي مشكلة الثورة السلمية المفروض تنظيم فاشي مسلح يزبح يدبح اللي يقول الكلام ده يبقى هل المندوب السامي المفاوض السامي بتاع حقوق الإنسان بيدافع عن هذا المتهم هذا المتهم إيه الفرق بينه وبين الإرهابي ده واحد بيتكلم على دبح وبيتكلم على قتل وبيتكلم على فاشية نشوف اللي بعدها المشكلة مش إننا سبنا ميدان التحرير بدري المشكلة إننا بطلنا حرق الأقسام بدري يعني تاني ده نبهدي الكلام اللي كتبه هذا المجرم علاء عبد الفتاح للمندوب السامي المفاوض السامي لحقوق الإنسان عشان يرد ويقول لنا الكلام ده هو بيدافع عن المجرم ده اللي هو بيدافع عنه النهاردة هو اللي كتب الكلام ده بيقولك نقتل ونتبح وحرقنا الأقسام وإحنا كمان نكمل حرق الأقسام اتكلم على واللي قتلهم وعزبهم بل همش أمهات متجوز ضابط ومخالفة ضابط تستاهل يعني هو مع القتل ومع الإرهاب ومع الدبح ومع التعذيب ومع الإجرام أنا بس عايز أوضح إحنا هنوقع مصر بالقصد يهو بيقول كده إحنا عايزين نوقع مصر قصدين نوقع مصر ده المجرم اللي اسمه علاء عبد الفتاح اللي هم بيتكلموا عليه وبلافع عنه والمفاوض بتاع حقوق الإنسان أنا عايز أقول لك ههو المفاوض حقوق الإنسان النهاردة شوف اللي كتبه هذا المجرم اللي انت بدفع عنه طيب هل ده حرية رأي وتعبير هل ده موقف سياسي ولا مدان بأحكام محكمة النقد وانت لما تدخل نهاردة في أحكاء شأن القضاء المصري تعالوا نشوف اللي بعدها هو لو لحرق الأقسام كانت الداخلية تتربى حرق الأقسام كان سلوب تأديبي سلمي بدل من دبح الضباط علنا ده اللي بيتكلم على حرق الأقسام والدبح ده الاسم المجرم علاء عبد الفتاح بيقول لك كويس الشماتة في متهم ونبز أهليهم ده مين اللي كتب كل دول المجرم اللي بيدافع عنه المفاوض اللي بيتكلم على حقوق الإنسان هل هذا المتهم كلامه خاص بحقوق الإنسان هل هذا المتهم كلامه خاص بحرية الرأي ولا كلامه خاص بالإرهاب والقتل والإجرام زي بقول لحضراتكم بنحاول كمان لأنه كمان هو كتب وتدخل في شأن القضاء المصري وهنتكلم على القضاء المصري بعد شوية بشكل واضح ولكن زي بقول لحضراتكم تحدث للأسف الشديد عن مصر وعن الأحكام والقضاء المصري ولكن قبل القضاء المصري وقبل الأحكام تعال ورقوا هذا المجرم لما كان على كورنيش النيل في منطقة مسبيرو وهو بيواجه قوات الشرطة وأيضا القوات اللي كانت موجودة في هذا المكان شوفوا المجرم دا كان بيعمل المجرم اللي اسمه على عبد الفتاح شوفوا المجرم دا كان بيعتدي على الأفراد أزاي وكان بيواجه القوات اللي موجودة أزاي وقوات إعادة الضباط أزاي كان بيواجهها أزاي لما احنا بتشوف كل الأماكن اللي كان موجود فيها أماكن وكل القضايا التي اتهم فيها هذا القاتل أولا اعتدأت على أفراد من الشرطة اعتدأت على أفراد من رجال القوات المسلحة اعتدأت على المواطنين فيش مكان يبقى فيه اللي يبقى يعتدأ على الناس الموجودة فيه لم يكن في أي يوم هذا المجرم اللي اسمه على عفتاح مواطن سلمي أبدا هو دايما عايز البلد دي تدمير لهذا البلد اسقاط القوات المسلحة اسقاط الشرطة ده دوره اللي هو بيتكلم عليه طول الوقت ونجد من يدافع عنه ونجد للأسف الشديد منظمات ممولة جوا